اهلا بكم في فيديو جديد في قناة عرب فون وهنتكلم عن الدفع عن طريق الموبايل ايه هو الدفع عن طريق الموبايل؟ هو انك تستعمل تقنية ال NFC او انك بدل ما تدي الكاشير كرت ال ATM تدي له الموبايل احنا نتكلم عن الطريقة ازاي تفعلها وتشغلها في موبايلك وازاي اصلا لعملية الدفع والشراء بالتم دي كده الطريقة انك مجرد ما الكاشير يكتب رقم الفاتورة بتاعتك انت بتفتح البرنامج وتختار الكرت اللي انت عايز تدفع منه مجرد بس ما تلمس الموبايل لجهاز الكاشير جهاز الدفع خلاص كده بتكون عملية الشراء تعمل كأنك بالضبط اديته الكرت ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش لو كنت مش مشترك في القناتي تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعل زر التنبيهات علشان اوصلك كل جديد اول حاجة من الاعدادات انا دخلت على الاتصالات اول واحدة وتحت هنا دخلت على NFC and Payment هي مفعلة طبعا ده بس طريقة التفعيل وازاي تختار البرنامج المناسب اللي تقدر تدفع به فتحت هنا تابن بي الاخر واحدة تحت اخترتها فاطلع لي ان الطرق الدفع المتاحة حاليا في السعودية هي مدى وجوجل بي طبعا فيه الطرق الكتيرة زي أبل بي وسامسونج بي والبلد اللي انت فيها تدور على البرنامج المناسب لها انا اخترت مدى طبعا بعد تحميل التطبيق تطبيق مدى موجود على البلاي ستور تطبيق مدى موجود على البلاي ستور والتطبيق مجاني تقدر تحمله وتقدر تعرف كمان البنك اللي موجود في بلدك اللي بيدعم تقنية الدفع عن طريق الموبايل طيب حملت تطبيق مدى وبعد ما حملته فعلته بالطريقة اللي قلتلكم عليها في others هنا في حاجة دي طريقة الدفع بيوريلك ازاي مجرد ما بس انك تمسح الموبايل على جهاز الكشير طيب ازاي نشغل الكرت معنا كرت ATM ما هنبدأ نعمل آد كرت نضيف الكرت هضيف بياناته مكتوبة على الكرت لازم تكون مكتوبة على اي كرت كده هو بدأ يحمل حاليا احنا بنفعل الكرت يعني ايه بنفعل الكرت يعني بنعرف نظام مدى ان انا عايزة استعمل الكرت ده يعني دي الشروط الاتفاقية طبعا كلنا بندوس اجري من غير ما نقراها كالعادة وبعدين قدي امدتي يا سنت حدد وشت ليه قدي امدتي اها كمان نوعا اها 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 اتمسط يا سيدي بتعرف نظام مدى هو نظام الدفع عن طريق الموبايل او ايا كان او عن طريق كرت الاتم بتعرفوا ان انا عايزة اشغل الكرت ده على الموبايل طيب مفروض كده للتأكيد هو هيبعات لي رسالة فيها رقم تأكيد توكن طيب بعد كتابة رقم التفعيل اللي هو التوكن بس علشان يتأكد فعلا ان انا املك الموبايل اللي متسجل عندهم في البنك لشان يتأكد ان انا صاحب الكرت وانا كمان صاحب الموبايل اللي بيفعل الكرت طيب احنا اللي احنا بنعمله ان احنا فعلنا كرت على نظام مدى نظام مدى هو النظام المسجل في البنك المركزي انه هو بيجمع كل البنوك هو اللي كل العمليات المصرفية بتتم من خلاله فانت تدور في بلدك ايه النظام اللي كل العمليات المصرفية بتتم من خلاله في بلدك اكيد هتلاقي اللوجو بتاعه موجود على الكرت الاتي ام عندك طيب خلاص دلع الرسالة انه تم اضافة الكرت بنجاح خلاص دان طيب كده خلاص تم اضافة الكرت فعلا بنجاح لما احب ادفع او اعمل عملية ما كل اللي انا هعمله لو انا مثلا على صفحة الوجهة بتاعة الموبايل كل اللي انا هعمله هفتح البرنامج نفسه بتاعة دفع نفسه واختار طبعا انا لو ضيف اكتر من كرت هيظهرولي هنا على التوالي اختار الكرت اللي انا عايز ادفع به فمجرد ما دوس على الكرت خلاص كده الجهاز البقى مهيئ ان انت تدفع عن طريق الجهاز نفسه كمان لازم من القايمة دي تتأكد انه ال NFC شغال انا هنا مفاعل ال NFC فكده خلاص كل الامور مهيئة تماما انك انت ممكن تدفع عن طريق الموبايل هنا كمان تلاحظ انه بيانات الكرت موجودة وهو كاتب لك انه من خلال الصفحة دي تقدر تعمل عمليات المصرفية فعلا الشركات اللي بتدعم التقنية دي هي كتيرة زي سامسونج بي وجوجل بي وأبل بي ولكن انت المحروض انك تشوف ايه المتاح في بلدك فمثلا لو سامسونج بي متاحة في بلدك هتلاقي برنامج سامسونج بي نازل بطبيعة الحال على موبايلك لو كمان قابل بي نفس الفكرة لو جوجل بي مدعومة في بلدك هتلاقي البرنامج بطبيعة الحال نازل على موبايلك مش محتاج انك تنزلوه مجرد انك انت تفعل البطاقة وتبتدي تكمل طيب علشان تتأكد انه جهاز الكاشير في المحل اللي انت روحته بيدعم التقنية هتلاقي اللوجو ده عليه اللوجو ده هم بيقولوا عليه واي فاي ولكن هو ده بتاع ال NFC اللي هي التقنية انه تدفع بالموبايل هتلاقي اللوجو ده عليه كمان ممكن ما تلاقيش اللوجو ويكون برضو الجهاز بيدعم الموضوع اللوجو ده بتلاقيه في حتاك كتيرة كمان موجود على الكارت نفسه بتاع الATM او على كارت الفيزا او الماستر كارت بتلاقي نفس اللوجو ده موجود على الكارت ومن هنا تقدر تودع كروت الATM وكمان تودع الفلوس الكاش للأبد في جيبك الاني جايب معايا الكاش وسعت الكاش الغالي يبقى بالاش الله الله يا حبي الملوحظة التانية الاسف ان اقول انها سخيفة انه لازم كارت الATM اللي انت بتعمل بها عملية الدفع لازم يكون فيه رصيد للأسف تب تهذر يا ابني يا زربة حبيبي هتمنى يكون الفيديو عجبكم هتمنى يكونوا لقيتوا فيه معلومة مفيدة لو عجبك الفيديو عمل له لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناتي وشوفكم في فيديو قديد ان شاء الله